Hello everyone, welcome back to a wonderful lesson from Master English أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة Master English درسنا اليوم رائع وعن جد من أحب الدروس اللي بحب أعطيها لأنه بحس كتير منكم بيستفيد من هالنوع من الدروس اليوم إن شاء الله حنتعلم من خلال تصحيح فقرة فقرة أصيرة لكن فيها على قليلة خمسة أو ست أخطاء هذا الدرس فيك تعتبره اختبار لإلك تشوف كيف مستويك باللغة الإنجليزية قديش معرفتك للغة وأيضا حتتعلم العديد من الدروس من الأشياء المهمة لنستعملها بمحادثاتنا اليومية من خلال هالدرس فيلا هل أنت مستعدين؟ يلا خلينا نبدأ اللي حابب فيك تعمل Pause تحاول تصحيح الفقرة بنفسك إذن يلا خلينا نبدأ let's get started خلينا نقراها لحشرح لكم معناتها باللغة العربية ثم نبدأ بالتصحيح إذن last week الأسبوع الماضي me and my friend أنا وصديقي أنا وصديقتي went to shopping عم بعطيك المعنى لبنفهمه أوكي؟ في أخطاء أنا عم بقرأ هذه الفقرة إذن أنا وصديقتي ذهبنا إلى التبضع للتبضع I buyed a new dress اشتريت فستانا جديدا and she buyed a shoes وهي اشترت كذا then we went to a cafe ثم ذهبنا إلى مقهى for having lunch لنتناول الغداء I ordered a sandwich with fries طلبت sandwich مع بطاطة مقلية and she ordered a salad وهي طلبت صلطة after that بعد ذلك we went to the cinema ذهبنا إلى السينما and watch a movie وشاهدنا فيلما إذن خلينا نبدأ بتصحيح الأخطاء إذن last week الأسبوع الماضي بما أنه في عنا الأسبوع الماضي لازم نستعمل past simple إذن زمن الماضي البسيط لماذا؟ لأنه لما يكون في عنا key word كلمة مفتاحية تعبر عن الماضي تعبر عن وقت كان في الماضي وانتهى في الماضي دائما سنستعمل past simple ممكن نستعمل past continuous الماضي المستمر لكن هيدا بيجي مع past simple بمعظم الأحيان إذن past simple للأفعال التي بدأت في الماضي وانتهت في الماضي إذن me and my friend went to shopping عم نستعمل الماضي went صحيحة أين هو الخطأ في هذه الجملة؟ للصراحة في عنا خطأ الخطأ الأول هو me and my friend أولا ما بنقول my me and my friend نقول دائما my friend my friend and I لا نقول me and Samira أو I and Samira طيب لابن نستعمل هنا I وليس me لابن نقول my friend and me لأن هنا my friend and I يأتون كفاعل أوكي؟ فلازم نستعمل subject pronoun ضمير الفعل اللي هو I me هو الobject pronoun ضمير المفهول به إذن دائما نقول my friend and I على فكرة بالمحادثات بالأفلام بالمسلسلات ممكن تسمعون عم يقولون me and my friend لكن بالقواعد هذا خطأ أوكي؟ يعني إذا بدك تروح الجامعة تكتب مقالة لازم تقول my friend and I طيب went صحيحة to shopping والخطأ هنا هنا لا نقول went to shopping لازم نشيل to ذهبنا للتبضع ذهبنا للتسوق لماذا؟ هنا عم نقول activity نشاط لا نذكر اسم مكان عادة لما نقول مكان منقول went to ذهب إلى لكن ذهب لشيء ما أوكي؟ لنشاط ما went shopping أوكي؟ مثلا إذا بدك تقول ذهب للمركز التجاري منقول went to the mall أوكي؟ فينا نقول هنا عم نقول إلى مكان ما went مش لكل الأماكن منقول to هذا المكان مثلا home منزل منقول went home أوكي؟ here there أوكي؟ هنا وهناك كمان منقول went here went there أوكي؟ طيب إذن دايما لما يكون في عنا shopping went shopping مثلا went sky diving أوكي؟ went diving ذهب للغطس went swimming ذهب للسباحة أوكي؟ الأكتيفتي يزم ما منقول went to منقول went الأكتيفتي أوكي؟ أما إلى الأماكن نقول went to the mall مثلا لكن هناك بعض الحالات لا نستعمل to قبل الأماكن خلينا نكفل الآن إذن اشتريت فستانا جديدا وهي اشترت حدان هون كمان في عنا خطأين أو يعني خطأين خطأ واحد اتكرر مرتين وخطأ آخر إذن شو الخطأ اللي اتكرر مرتين هو buy أوكي؟ buy هو الفعل بالحاضر الماضي اللي buy ليس bite بل هو boat إذن هو من الأفعال الغير عادية boat لازم تحفظه إذن buy boat buy boat طيب وين القطأ التاني؟ الخطأ التاني هو لما نقول a shoes shoes ما بيجيك مفرد أوكي؟ بنقول a pair of shoes إذن جوز أحذية a pair of shoes هيك منقول بالانجليزي كمان البنطال أوكي المنطلون لنقول a pants منقول a pair of pants أوكي هو من uncountable nouns وعادة منقول pair أوكي جوز قبل shoes وpants أوكي إذن then we went to a cafe ثم ذهبنا إلى مقهى هون صح شايفين هنا إنا went to مكان ما طيب for having lunch وين الخطأ هون؟ هون الخطأ نقول for having lunch ما فينا نستعمل هالتركيبة من الجمل يا أما حنقول for lunch أوكي for أوكي لما نقول went for ذهب لأجل ما إذن went to لمكان ما لأجل for أوكي سيأتي اسم بعدها ما حيجي فعل كمان ما فينا نقول having lunch أوكي for lunch for a walk لي مشيا طيب فينا نقول to have lunch إذا بدنا نستعمل فعل لازن نقول to have مش to having to have lunch إذن إما went for lunch أو went to have lunch طيب هنا فكرة to لا تأتي إلى مكان هذه to تعيت ال-infinitive I ordered a sandwich with fries صحيحة هذه الجملة and she ordered a salad كمان صحيحة I ordered a sandwich with fries and she ordered a salad after that we went to the cinema and watch a movie إذن went to the cinema ذهبنا إلى الصينما صحيحة and watch a movie ولا الخطاء في خطاء ولا خلص خلصوا الأخطاء في خطاء لاحظوا لي كتير منيح لما نبدأ الجملة بال-past went لما يجي فعل آخر أو حتى الفقرة إذا بعدنا نتحدث بالماضي لازم نكمل بالماضي إلا لو غيرنا حددنا إنه مبقى نتحدث بالماضي هنا بدأنا بالماضي لكن إلا watch watch بالحاضر فلازم نصحيح هذا الخطأ لازم نحط watched شاهدنا شاهدنا طيب هول إحنا أخطاءنا خلينا نقراهن نقرا فقرتنا مع التصحيح last week last week my friend and I went shopping I bought a new dress and she bought a pair of shoes إذن a pair of أمام خطأنا a pair of shoes a pair of pants then we went to a cafe for lunch out to have lunch I ordered a sandwich with fries and she ordered a salad after that we went to the cinema and watched a movie إذن هيدا كان درسنا اليوم تعلمنا العديد من الأشياء المفيدة كيف نصحح الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها العديد من المتعلمي اللغة الإنجليزية عم بعطيك هالمعلومات حتى أنت ما توقع هالأخطاء متمنى يكون هيدا الدرس عجبك عملي لايك عمول شير يكتب لي رأيك بتعليق تحت الفيديو عفكرة أنا بقرأ التعليقات كلها في بعض الأشخاص بتقلي أنت ما عم تردي ما بتقري الكومنت لا أنا بقراها حتى لو ما كان عندي وقت رد أنا بقراهم كلهم وبيخد الأفلام القديمة كتبتهم بالأسود الأفلام الجديدة بعد ما قريت الكومنت تاعك اللي كتبت لي من يومين بدأت بتنفيذ هذا التعليق لكن ما ما في نغير الفيديوهات القديمة اللي عملت قبلها التعليق شو كان كتير لأيكم لأنكم تعلموا اللغة الإنجليزية معي وبشوفكم إن شاء الله بالدرسة المقبل السلام اشتركوا في القناة